نروح بقى للمباراة عندي كلام كتير كنت عايز اقوله بس خلاص يعني انا ايه مش عايز نفعل اكتر من كده فنتكلم بقى على ماتش النهاردة ماتش النهاردة ماتش صعب جدا 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 ونبالا نتكلم في الفنيات نروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب المباراة ونتعرف منه على اخر الاجوار وهذه المرة من ظهرة الجنوب محافظة اسوان مباراة الاهل واسوان في ايطان مباراة الجولة 19 من الدولة المصري الممتاز فريق النادي الاهل استعد بالطبع بشكل اكثر من راع لهذه المباراة خاصة بعد العودة من السودان مساء السبت كان النادي الاهل موجود هنا في اسوان فريق خلط تمرنتين على استاد المباراة استاد ملعب اسوان اللي هحتضن اللقاء ان شاء الله فيه تمام السلسة للربع من مساء اليوم يمكن الفريق طبعا قد اول مران كان يوم الحد عصران وبعد كده كان المران التاني بالامس واللي اختتم به لسالات كان زهر الامس الاسنين يمكن مجلسة المرسل كولر قبل التدريب الاخير كان فيه محاضرة مع اللاعبين نتكلم معهم عن اهمية هذه المباراة خاصة انها مباراة هتساهم بشكل كبير جدا في تأكيد الصدارة والحفاظ عليها وتبقى خطوات متبقية ان شاء الله لعا استعادة لقب الدورة المصري الممتاز وعادوته مرة اخرى لما كانه الطبيعي في الجزيرة كمان الفريق النهاردة يمكن بدأ يوم مبكرا جدا هنا في فندوق القامة كابتن ايمن في التساعة صباحا كانت وجبة الافطار تسعة ونصف كانت طبعا فترة الاكتيفيشن واللي فضل مستر مارسل كولر المدير الفني للفريق نها تكون عبارة عن ماشي لمدة نصف ساعة استغلالا للطبيعة السحرة والعزلة اللي موجودة هنا في مقر الاقامة بمحافظة اسوان من بعدها كان الغدى فيه الساعة الحدية عشر والربع والمحاضرة الاخيرة للفريق اللي اتكلم فيها الجهاز الفني عن اهم نقاط القوة ووضع فريق اسوان والخطة اللي ان شاء الله هينو تطبقها في مباراة اليوم كمان بالطبع بنتين من التوفيق لتقم الحكام اللي هيحكم مباراة اليوم وبقالة الحكم الدولي محمود البنة يكون موفق في كل قراراته ويدى كل فرق حقها باذن الله لا يتبقى الا ان دعوات كل جميع النادي الاهلي الفريق بالفوز ويكون موفق ان شاء الله النهاردة ودائما النادي الاهلي في المقدمة ويبقى النادي الاهلي دائما رقم واحد كماني كابتن عيمن تفضل شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق زي ما قلنا